كثرة الأدلة تقوي المدلول إذا أثبت شكم بدليل ليس كحكم أثبت بدليلين أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة وإذا كثرت الأدلة لا يصبح هذا الدليل من قبيل الأحد يصبح من قبيل المتواتر والمتواتر روعان إما لفظ وإما معروي وإذا أحاديث الشفاعة والمس على الخفائين من المتواتر معنا وذكرنا بيثا فكثرة الأدلة تقوي المدلول فلإن كثرة الأدلة مع ضحها يقوي بعضها بعضا فيرتقي هذا الحديث من الضعيف إلى مرتبة الحسن لغيره